ايكم الله و اهلا بكم الى موجز الاخبار من قناة برنامى اعلنت اماليزيا انها مستعدة لتخفيف حواجد تفتيش في حدودها اذا استمر عدد الاصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 طوال فترة تقييد الحركة نهو التعافي الذي صار مفعوله اعتبارا من اليوم حتى 31 اغسطس المقبل وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نرهيشام عبدالله ان معدل الاصابات بالفيروس يقل عن 0.3% في الوقت الحالي وكذلك الاصابات الجديدة اليومية فهي ادنى بكثير مما توقعته ودارة الصحة الامر الذي يدل على التزام الجمهور التام بكل التعليمات الصحية وتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة بشأن مواجهة كورونا واوضح ان صحة الماليزية بصدر وضع استراتيجية خروج لتمكين اعادة الفتح المزيد من الانشطة التجارية والقطاعات الاقتصادية بشكل تدريجي وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه للاستئصال هذا الفيروس الفتاك وعرب الدكتور نور هشام عن تفاؤله من امكانية كسر سلسلة الاصابات في المجتمع الماليزي ولو بدون اللقاح وذلك عن طريق الالتزام المستمر بالاجراءات التشغيلية الموحدة والتعليمات التنظيمية سبق ان قالت منظمة الصحة العالمية ان فيروس كورونا قد يبقى مع البشرية الى الابد وحسب المنظمة يجري العمل حاليا في مختلف الدول على تطوير اكثر من مئة اللقاح محتمل ضد كورونا وانتقلت العليد منها الى مرحلة تجارب سريرية ولكن الخبراء اكدوا صعوبة التواصل الى اللقاحات فعالة ضد فيروس كورونا المستجد نهاية الموجز الى اللقاء